بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد وصلنا الآن بعون الله تعالى إلى الوحدة السادسة التي تتناول موضوع التكليف ونبدأ بالمحاضرة الأولى وتتناول تعريف التكليف وسروطه فنقول التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة ومشقة وأما في الاصطلاح فقد عرفه بعض العلماء بأنه الخطاب بأمر أو نهي وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع لأنه لا يشمل الإباحة مع كونها حكما تكليفيا لأن الإباحة ليس فيها أمر ولا نهي لذا عرف بتعريف آخر فقيل التكليف هو إلزام مقتضى الشرع وهذا التعريف يشمل الأحكام التكليفية الخمسة من الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة أما شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف والمكلف يسمى المحكوم عليه فهذه الشروط هي أن يكون بالغاً عاقلاً فاهماً للخطاب فخرج بشرط البلوغ الصبي وخرج بشرط العقل المجنون وخرج بشرط الفهم النائم والغافل والساهي ومن في حكمهم وصلنا الآن إلى الشروط التي ترجع إلى الفعل المكلف به والفعل المكلف به يسمى المحكوم فيه ويشترط فيه ما يلي أولاً أن يكون الفعل معلوماً للمكلف فلا يمكن أن يكلف العبد بشيء مجهول لأن أداء المجهول الذي لا يعلمه ليس في طاقته ولا إمكانه ثانياً يشترط أيضاً في الفعل المكلف به أن يكون مأموراً به من قبل الله تعالى لأن العبد إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال أما إذا لم يعلم أنه مأمور به من الله فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا شرط في الأحكام التعبدية أما الأحكام المعقولة المعنى مثل رد الأمانة ورد المغصوب وقضاء الدين ونحو ذلك فإن النية وقصد الامتثال ليست شرطاً في صحة شيء من ذلك لكن لا يثاب على شيء من هذه الأعمال إلا بالنية والشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به أن يكون حاصلاً بكسب المكلف نفسه فلا يصح تكليف المسلم بكسب غيره لقوله تعالى ألا تزر واجرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأما إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأ فهو من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف يعني أن ذلك حكم وضعي لا حكم تكليفي والشرط الرابع من شروط الفعل المكلف به أن يكون ذلك الفعل معدوماً حتى يطلب من المكلف إيجاده أما الموجود قبلاً فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به لأنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال وأما قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله فلا شك أن الفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقوى كان موجوداً وقت هذا الخطاب فنقول إن المراد بالأمر بالتقوى هنا المداومة عليها أو المراد بالأمر الأمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لأمته من الشروط أيضاً التي ترجع إلى الفعل المكلف به أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف يعني داخلاً تحت قدرته وإمكانه واستطاعته فلا يجوز تكليفه بما لا يطاق وبما لا يملكه وبما لا يكون في استطاعته والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها حيث بين الله تعالى أنه لا يكلف العباد عملاً من أعمال القلوب أو الجوارح إلا وهو في وسع المكلف وأيضاً لقوله سبحانه وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ وَلَا حَرَجَ أَشَدُّ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقَ وقال قوم يجوز التكليف بما لا يطاق واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ قالوا لو كان التكليف بما لا يطاق محالاً لما سألوا دفعه لأن المحال لا يسأل دفعه وقد أجيب عن ذلك بأن الآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعاً بما لا يطاق لأن المراد بما لا طاقة لنا به الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة لأن شدة مشقتها ينزلها منزلة ما لا طاقة لنا به وقد رفع الله تعالى هذه الآصار وتلك الأغلال عن هذه الأمة بفضله ورحمته ومنه وجوده وكرمه كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون